ما الذي يمنع؟ إجليس مع نفسك شي عشر دقائق بسيك ألم وور أكتب وين في تأصير بحياتي؟ يا ترى صلواتي منتظمة بالصلاة بحسي قرب من الله بغض بصري عن محارم الله دخلي حلال في أنفاق لا يرضي الله في سهرة مختلطة أمين المراجعة على نفسك؟ هذول الأذكياء والموفقون بيراجوا أنفسهم ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا يعني عفوا كم مليون مسلم فيه؟ باعتقد فيه مليونين عفوا مليارين فيه مليارين مسلم قبل عشر سنوات مليار وسبعمائة ومئتين الآن فيه مليارين مسلم ولن تغلب أمتي من إثني عشر ألف من كلها أنا فيه مشكل كبير أين الخلال؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات دقيقا ليستخلفنهم في الأرض وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق أوعوده للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ يعني همس هل نحن مستخلفون في الأرض؟ أنا أرى عود نفسك أن الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح في خبس عواصل محتلة من غير المسلمين هل نحن مستخلفون في الأرض؟ لا ولا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم معنى قانون هذا وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ هل هذا الدين ممكن؟ أم يواجه حرباً عالمية ثالثة؟ كانت بعد حين تحت الطاولة واليوم فوق الطاولة أحد أعضاء الكونغرس يقول بما أننا مهمنون على الشرق لن نسمح بقيان حكم إسلامياً في شكل أمس للآخر هذه حقيقة مرة وأنا أتمنى يتعامل واحد من حين لآخر مع الحقيقة المرة لأنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح واحد معه شيك مذور إذا أبرزه سجد خمس سنوات فإذا كان اعترف أنه مذور وما أبرزه ما بيكون أذكى وأعطى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أي أول وعد وَلَيُمَكِّننَّ لَهُمْ دِينَهُمْ أي دين وعد بتمكينه؟ الذي ارتضى لهم؟ أي دين وعد بالتمكين؟ الذي ارتضاه الله؟ في دين احتفالات في دين مناسبات في دين أشكال غير مصدقة يعني بعض البلاد الإسلامية بعيد مولد في مخالفات يعلمها إلا الله رقص ما رقص صافي بضع البضع كثرت قال لي واحد الدين مجدد قلت له الدين توقيفي معنى توقيفي أنك إذا حذفت منه اتهمته بالزيادة وإن أضفت عليه اتهمته بالنقص الدين توقيفي لكن إذا أصرت عليه ما معنى التجديد في الدين؟ لا أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هذا التجديد أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه هذا التجديد وأشياء كثيرة بالتجديد يعني أن تخاطب عقل الإنسان وقلبه وجسمه الإنسان عقل يدرك عقل يدرك وقلب يحب جسم يتحرك غذاء العقل العلم غذاء القلب الحب غذاء الجسم الطعام والشراب فإذا غذيت عقلك بالعلم الصحيح الرباني وغذيت قلبك بحب يسمو بك إلى الله وغذيت جسمك بطعام اشتريته بمال حلال تفوقت أما إذا اكتفيت بواحدتين تضرقت ولعلكم تقرؤون كلمة مفلح كلمة ناجح النجاح أحادي إنسان قد ينجح بجمع المال بلقت معه 93 مليار دولار ما قومكم؟ هذا ناجح لجمع المال وإنسان آخر نجح بتسنم منصب به فيه 45 سنة منصب رفيع جداً نجاح هذا لكن البطون هو الفلاح للنجاح ما الفلاح؟ للتقريب أن تنجح مع ربك معرفة وطاعة وتقرباً واتصالاً وأن تنجح مع أهلك بيتك إسلامي الزوجة محجرة البنات طالبات علم شرعي الأولاد مستقيمون مستقيمون وأن تنجح في بيتك وأن تنجح في عملك عملك مشروع ما في عمل في خطأ ما في معصية وأن تنجح مع صحتك إذا نجحت مع صحتك وفي بيتك وفي عملك ومع ربك هذا اسمه فلاح الفلاح نجاح متعدد متكامل والله عز وجل قال بآيات كثيرة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بحاس على الفلاح الفلاح متعدد إنجح مع الله معرفةً واستقامةً وتقرباً ودعوةً وانجح مع أهلك أنت ملتزم والزوجة صالحة والبنات محجبات والأولاد طلاب علم وانجح بعملك عملك ما في غلط ما في مادة محرمة وانجح بالنهاية مع صحتك فهذا العالم سؤل ما لنا ندعو فلا يستجابوا لنا فقال هذا العالم لأن قلوبكم ماتت لعشرة أشياء أولاً أنكم عرفتم الله ولم تؤدوا حقه يعني ما الذي يمنع يجلس مع نفسك شيء عشر دقائل بسيك ألم وورا أكتب وإنه هناك تأصير بحياتي يا ترى صلواتي منتظمة بالصلاة بحس بقرب من الله بغض بصري عن محارم الله دخلي حلال في أنفاق لا يرضي الله فيه سهرة مختلطة أمين المراجعة على نفسك هذه الأذكياء والموفقون بيراجوا أنفسهم ماتت قلوبكم بعشرة أشياء عرفتموا الله فلم تؤدوا حقه فيه عندنا شعائر يا أخوان بالعالم الإسلامي فيه شعائر شعائر موجودة مساجد مآزن معاهد قرآن بالإباعة كل شيء موجود بس لماذا وعود الله غير محقق هذا مو سؤال كبير غير محقق تماماً كبيت في جميع الأجهزة الكهربائية بس ما فيه كهرباء البيت كلها كتل كتل بلاستيكية بتجي الكهرباء كله اشتغال الغسالة غسلت والسلاجة بردت والمروحة دارت فهذا التيار مقطوع شو بلدقي معي شوي إذا مقطوع ملي واحد أو متر مثل بعضهم ملي أو متر أضع التيار فالإنسان يعني إذا كان بده ينحرم من الله لأسباب تافهة لسهرة مختلطة لدخل مشغوط ممحول الضحي بالآخرة بالجنة من أجل أشياء طفيفة لذلك أخواننا الكرام فيك نقطة دقيقة متعلقة بالصغائر والكبائر أنا سأقول أنت ماشي الطريق عرضه ستين متر ستين بالضبط وعن يمين الطريق وابي سحيق وعلى اليسار وابي سحيق أنت ماشي بالوسط ما هي الصغيرة؟ إذا المقود حركته سانتي واحد سانتي لو سبكت السانتي وين المصير؟ على الوادي ولكن ليس رأسا في شيء دائتين ثلاثة ولو حركته تسعين درجة ورجعته لا يوجد شيء لذلك ورد لا صغيرة مع الإصرار تنقلب كبيرا ولا كبيرة مع الاستغفار من مع الله صلح؟ إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أنهنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله إذا رجع العبد العاصي إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أنهنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله ورد ببعض الأشعار أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا فإنا منحنا بالرضى من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل وأخلص لنا تلقى المسرة والهنى وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا فيا خجل منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا أما تستحي منا ويكفي كما جرى أما تختشي من عبنا يوم جمعنا أما أنا أن تعرض عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا لحبنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جعلتنا فأيسر ما في الحب للصب قتله وأصعب من قبل الفتاة يوم أجل أخوانا الكرام الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين ما كانوا يفترقوا إلا على تلاوة سورة العصر الله قال والعصر لماذا؟ لأنه والله ما قرأت بحياتي تعريف جامع مانع للإنسان كتعريف الإمام الحسن البصري قال الإنسان بضعة أيام كل من قضى يوم إن قضى بضع منه أنت زمن ولأنك زمن أقسم الله لك بمطلق الزمن فقال والعصر جواب القسام والعصر إن الإنسان لفي خسر خاسر لماذا يا ربي الخسارة؟ قال لأن مضي الزمن وحده يستهلق يعني ولد بعد فترة مشي فرحوا لأهل بعدها قال بابا بعدها حفظوا الفاتحة كلما أجضيب بابا تع سمع عمو الفاتحة بعدها دخل حضانة دخل افتدائي دخل متوسط دخل سانوي بعدها دخل جامعة أخذ شهادة يعني معه مبلغ بسيط وأبو عاونه اتزوج عنده صار زوجة وأولاد ثلاث بنات وصبي مثلا الخط طالع 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 هل قلب وقاف الدم جمد ته بيرجع للصفر رجعوا وتركوه وفي التراب دفنوه ولو بقوا معك ما نفعوه ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت أما المؤمن والله لا أبالغ خطه البياني صاعد صعود مستمر والموت نقطة على هذا الخط الصاعد صعود مستمر الله وعده بالجنة قال له عند الله شيء كثير جدا وفي تطمين وفي كرامات بذلك أخواننا الكرام استقيموا قال ولن تحصوا ولن تحصوا ماذا الخيرات سعادة سعادة توفيق توفيق مودة مع الأهل مودة أولاد من ربائين تمام دخل مقبول بيغطي كل نفخاتك إذا ما كان في فرق جوهري بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن تكون الدين مودين الله عزيزي إله كن لي كما أريد أكن لك كما تريد كن لي كما أريد ولا تعلني بما يصلحك أخواننا الكرام ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرج وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوية تحت قدمي وخطعته أسباب السماء بين يدي وخطعته أسباب السماء أنت تعبان شعة واحدة بالله أنت كلهم سكر لا يوجد حقا فاتح خجلت وسكتت أما أنت تعرف فيه سيدريات مناوبة بالله فأنت تحس أنه أنت ما أديت الواجهة لو فرضنا كنت بطل ورحت الدواء مليهته بالحالتين الوالدين الدواء ما أفضته بس أول مرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة كمان اللوامة نعمة هناك واحد ما أعرفه ما نساوي مدام فيه لوم كمان حركة بنحا الآن العنصر الثاني زعمتم أنكم تحبون رسول الله ثم تركتم سنتك سؤال النبي الكريم بالهجرة طبعا وضع مئة ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا مئة ناقة والناقة ليس سهلة مثل مرسيديس مثلا غالية جدا سراقة طمعة بالمئة ناقة تبعه دقي النبي قال له دولة بالعالم فارس وسأنتصر والغنائم سوف تأتي ولك منها سواء كسرة هذا تاريخ لكنها تنام أحيانا وكلام دقيق إذا رمزنا للحق بالشمس الساطعة وللباطل بالظلام الدامس مع الأسف الشديد الذي يعمل الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس الذي يعمل في الظلام الدامس ينتصر على النائم في ضوء الشمس هلأ بدي أقول كلمة دقيقة مشانا الشباب يعني إذا الأمة ما طبقت هل إنسان شو زنبه نقول لك أيها المؤمن هذا الدين عظمته دين فردي وجماعي فردي وجماعي يعني إن طبقت أنت وحدك وحدك ما في غيرك قطفت كل ثماره الفردية يعني من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنرحي أنه حياة طيبة وعد الله فوق الظروف كلها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنرحي أنه حياة طيبة الله وعدك بحياة طيبة هي تلمسها في بيتك في نفسك في عملك في رحتك النفسية عندك استقرار عندك محبة لأ الله عز وجل إليك معه هيك خط ساخل تدعوه في الليل يستجيب لك في النهار دين شيء جميل جدا لذلك ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن توابع لعظمته لابد من أن تؤمن بالله العظيم والله العظيم كيف تؤمن به الله ماذا قال قال وَعِبَادُ وَعَبَدُونَ فِي خَلْقِ وَبِنَ اَلْبَيَاتٍ وَتَوْوَيَاتٍ وِيَنْ بَغْيَةٍ أَنْبَوْيَاتٍ وَاَيْةِ نَهِيَةٍ يَنْبَغْيَاً تَنْتَهِي وَذَكَرْ قِصَّةً يَنْبَغْيَاً تَتَّعْزِ وَإِذْكَانْ وَأَذْكَانْ من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة يعني بيدخل بجوف الشمس مليون وثلاثمئة ألف أرض وبينهما مية وستين ألف مية وستين ألف كيلو متر دقيق الآن الآن في نجم بالعقرب اسمه قلب العقرب في مجرات أحد مجرات العقرب قلب العقرب هذا النجم يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهم الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة وبينهما مية وستة وخمسين مليون كيلو متر وفي نجم ببرج العقرب اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما هذا الإله العظيم يعصى ألا يخطب وده ألا ترجى جنته ألا تخشى ناره بدي موقف حاسم بدي إرادة صادقة بدي تفتح مع الله صفحة جديدة من الآن فتح مع الله صفحة ونجيب إذا ما بتقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أدقى مني في عندك مشكلة أنا تحب السعادة أنا تحب التفوق أنا تحب تكون بيتك إسلامي عندك زوجة وأولاد كل طلباتك محققة عند الله عز وجل والله مرة النبي الكريم أرتفى سعداً خلفه على الداخل أنا ما بنسأل حديث قال له يا سعد ما حق الله على عبادك فقال أن يعبدوه وأن لا يشرك به شيئاً يا سعد ما حق الله على عبادك أن يعبدوه وأن لا يشرك به شيئاً ثم سألوا يا سعد ما حق العباد على الله اسمعوا يا شباب ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال ألا يعذبهم معك حق إلا الله الله ضمن لك تكون حياتك سعيدة ماذا تنتظر من الأشياء التي تحير قرأتم القرآن ولم تعملوا به أنت لا تقرأ القرآن سؤال من حين لآخر هالآية طبقة أنا ما الموقف أمام الله عز وجل ماذا فعلت بهذه الآية يترى السلوك وفق منها جل أكلتم نعمة الله ولم تؤدوا شكرها كلها سلبيات بحياتنا قلتم إن الشيطان لكم عدو فوافقتموا قلتم إن النار حق فلم تهربوا منها قلتم إن الموت حق لم تستعدوا له انتلهتم من النوم يعني نستنع إخواننا الكرام الإنزام لما بيستيقظ شوف دعاء في دعاء لطيف الحمد لله الذي رد إلي روحي وقف وعفاني في بدني صلى وأذن لي بذكره الحمد لله الذي مدني في أجلي وعفاني في بدني وأذن لي بذكره بذكره